اشتركوا في القناة تطلب حاجات كده وانت مكسوف وانت خايف وانت قلقان وانت متشكك في وعد الله يعني وطلب حاجات كبيرة ربنا عاوز كل واحد فينا يطلب حاجات كبيرة يعني احنا لنا يعني حاجة كبيرة اوى عند ربنا وربنا عاوز يدي ولاده كلهم عطايا ثمينة جدا فعشان كده يا ربنا بيحذرنا بعتاب محبة بيقوله كل واحد فينا لا تكن صغير النفس في صلاتك فمش معقول احنا نقف قدام ربنا بس نركز في الماديات والامور اليومية طبعا الحاجات دي كلها ربنا قال عليها تزاد لكم وما العاوز مننا ايه اطلبه اولا ملكوت الله كلمة اولا ملكوت الله مش معناها ان فيه ثانيا اولا هنا بمعنى اساسا يعني الواحد لما يطلب الملكوت وان ربنا يملك على حياته وربنا يبقى كل شيء في حياته كل حاجة هيشوفها بعد كده على انها زيادات وانها كمليات واذا ربنا سمح بيها ببركة كبيرة ما خدتهاش يبقى برضو ربنا بيعمل الخير ليا لكن فيه عطاية بقى تانية كبيرة او ربنا عاوزنا اطلبها باسرار والحاح وده الحاجة الكبيرة اللي عاوز ربنا ادهاني هي عطية الامتلاء من روح القدس لما نقرف له احداشر ربنا معلمنا الصلاة الربانية وعلم التلميذ وبعدين جاء قال بعد نهاية الصلاة الربانية قال اسأله طاطو اطلبه تجده اقرعه يفتح لكم كل من يسأل يأخذ من يطلب يجد من يقرع يفتح له وبعدين قال لنا بقى الفرق بين الاب البشري والاب الالهي يعني اسأل ابنكم خبزا يعطيه حجر فيه واحد بيسأل ابوه خبزا يديه حجر هيسأله سمكة يعطيه حية هيسأله بيضة يعطيه عقربا كلها حاجات طبعا مادية فإن كنتم وأنتم أشرار ما عندكوش الصلاح من نفسكم أنتو كبشر تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة الآية بقى اللي جاء مهمة قوي فكان بالحريق الآية اللازي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه كلمة يعطي الروح القدس للذين يسألونه معناها الآية اللي قبلها اللي بتقول ليسأله طاطوه مفروض بنسأل ايه الامتلاء من روح القدس كلنا اخذنا الروح القدس فيه الميرون بعد ما تعمدنا فإحنا محتاجين دايما الامتلاء المتجدد من الروح القدس والإنسان يما يمتلق من روح الله يفهم كل حاجة زي ما قال معللنا بولس في رسالة الأولى أهل الكورون في الساعة 2 نحن قولنا نأخذ روح العالم بل الروح اللازي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله فالإنسان يما يطلب بقى ويصلي بيصلي ويطلب عطايا إلهية سماوية بيطلب أن ربنا يملك على حياته كلها يبقى كل حاجة بعد كده حاجات بسيطة قوي الإنسان أخدها وما أخدهاش ما تتعبوش نفسين وما تضمروش بالعكس هو الإنسان مسلم حياته كلها في يد الله لا تكن صغير النفس في صلاتك في واحد في العهد القديم ملك اسمه أحاز ربنا قال له عمق طلبك أو رفعه لفوق أشعية صح سبعة فالرجل ده عمل إيه بقى الرجل ده ما ربنا قال له كده قال لا أجرب الرب فربنا زهل منه قال له ازاي أنا اللي بقولك عمق طلبك أو رفعه لفوق وربنا قال بقى بعد كده الآية والمعجزة بتاعت ولاته في ملء الزمان من أمنا العدرة قديسة ماريون فربنا عاوز من كل واحد فينا يكون بيطلب عطايا إلهية سماوية قوية يطلب المجد الإلهي في حياته عشان كده الآية تانية نحفظها كلنا في أشواء بن صراخ صح سبعة آية تسعة لا تكن صغير النفس في صلاتك لإلهنا كل مجده كراما لأبد أمين